السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ربنا ألهمنا الصواب لكن وظيفتنا نحن أن نفكر ووظيفتنا نتدبر فأنا اليوم رح أطلع معاكم برحلة تدبر ويمكن كثير من الناس شافت أن كتابي الأخير يتحدث أو عنوان الكتاب لم نخلق لنتألم شو طبيعة شغلي؟ طبيعة شغلي أني بتعامل مع الناس اللي بتتألم وبعدين بعيداً عن الناس اللي بتتألم طبما هو أنا بتألم كمان وجيراني بيتألموا وأهلي بيتألموا وكله يألم وبالقرآن إذا كان أنتوا تألمون فهم يألمون نحن من أألمهم من أألم لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجون لكن الفكرة اليوم معلش طريقة تفكير فكر باللي أنا بدي أحكيه كثير منيح وإذا اقتنعت بطريقة التفكير خوض فيها أكثر وإذا خوضت فيها أكثر علمها لأولادك نحن هنا لسنا لفرض آراء نحن منعطي أفكار شوفها الفكرة وغوص فيها من أين يأتي الألم؟ بفكر مرات بحكي أنا لما بتألم بتألم من ماذا؟ لقيت أن أهم شغلي بتسبب الألم ليست المسبب الظاهر للألم بمعنى مات ثلان مات زوجي مات ابني مات أمي مات أبي موت بشكل عام هل الموت هو نفسه الألم؟ آه طبعا هي في صدمة في البداية لكن يستمر الألم بسبب عدم المعرفة أنا مش عارف كيف أتعامل لذلك الناس تجيب تحكي لك دكتور أنا مش عارف كيف أتعامل اليوم أنا لو بفتح اليوم بوست عن إيش حابين أحكي معظم الناس النساء كيف نتعامل مع الزوجي النرجسي كيف نتعامل مع الولد العنيد كيف أربي المراهق كيف 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 ماذا تعرف عن وهكذا فبالتالي عدم المعرفة وبعدين منيجي المقدمة شوي طويلة وبعدين منيجي منخوض أنه في عنا مشكلة منقول أنه هلأ صلنا نحس أنه في شوي إلحاد وبعدين المثلية والشذوذ الجنسي والأفلام اللي عم تطلع هلأ على موضوع يعني أنه الشذوذ الجنسي يعني حبابي للجماعة وكويسين أنا اليوم اللي بدي أحكيه كالتالي وهذا نقاش إذا فتح نقاش بينك وبين شخص كيف بتجاوب إذا ابنك إجا حكالك أنا مش مؤمن بالله أنا مش مؤمن بإلهك أنا مش مقتنع أنه في إله ودخل معك في تفاصيل وبعدين بتلاقي ناس مثقف مثقف يعني عنده قارئ وعلم وكذا قارئ له مثلا ست سبع كتب ويمكن قارئ ألف كتاب بشي بيقولك أنا مش مقتنع أنه في إله ولا مقتنع بالدين ولا مقتنع أو كيف نتعامل مع الموت أو كيف نتعامل بتلاحظ أنه الألم دائما يأتي من غياب المعلومة أو من الاقتناع أنه ما فيش حل من وين بيجي الألم أنه ما فيش حل لا يوجد حل فأنا رح أعطيكم شغلي هلأ رح نكتبها على اللوح ابدأ أفكر بهذه الطريقة بدكش الدكتور حسن تابعنيش بعد هيك خلاص تسكر وما تتابعنيش بعد هيك بس فكر بهذه الطريقة خلينا نفترض افتراض بدي أفترض أنا معلش تعالوا معي بدي أفترض أنا أنه كل العلم اللي موجود في الحياة عبارة عن دائرة هذا كل اللي ممكن يتعلمه كل البشر يعني هذا كل علم كل ما يحدث فيها الحياة من علم الفيزياء والفلك والفلسفة والرياضيات والكيميا سؤالي بيطرح نفسه أنت قديش بتعرف من كل هالدائرة لنفترض أنك أنت يعني أبو العريف فأنت بتعرف تقريبا هذا الجزء وأنا مرات بجي بتناقش مع شخص وفي منهم ملحدين بجي بقول لك أنا غير مؤمن بالله بقول له أنت قديش معلوماتك قديش عندك علم بقول لك لا أنا دارس ومثقف وقرأت كتب وأنا اطلعت وفكرت وأدخلت في أبحاث علمية بقول له لنفترض أنه هذا كل العلم أنت بتعرف كله بقول لي لا وهو كمان بدي يكون عادل يعني بدي يكون في عدل أنا بعرفوش كله نفترض أنك تعرف هالقد هذا اللي أنت بتعرفه ألا يمكن أن يكون الله الذي تنكره في هذه الدائرة الله اللي أنت علم الدين والله واللاهوت وكل شيء ما بجوز يكون في الجزء اللي أنت لحد الآن ما أدركته لأنه أبو بكر كان نقول كيف ليش آمنت يا أبو بكر وقل لك عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي العجز عن الإدراك إدراك والشق في وجود الله إشراك اللي بدي أحكيه أنه معظم مشاكلنا نحن عنا هاي الكمية بس وما أوتينا من العلم إلا قليلا لكن إحنا ما عم نعرف أنه لسه فيه شيء كبير جدا ممكن نتعلمه أنت لا يمكن توصل تحت أي ظرف من الظروف أنك تتعلم كل هاي الدائرة وفوق كل ذي علم عليم أنا طبعا إذا وصلت لأ يعني إحنا أنا بأعتقد أنه علمنا لا يتجاوز نقطة لا يتجاوز النقطة لكن أنا هذا الشيء ما بيحبطني هذا الشيء بيخليني مبسوط لأنه بعرف أنه مهما كانت مشاكلي ومهما كان اللي أنا بقع فيه من مشاكل وتحديات في ضمن معلوماتي أنا معلوماتي قليلة جدا وبالتالي ممكن يكون الحل في هذه الدائرة الكبيرة من المعلومات اللي أنا بعرفش عنها إشي لسه ما بعرفش عنها إشي لذلك كل ما إنسان يعطيك أحكام مطلقة إنه لا هي هيك ويكون متذمت لآراؤه بتعرف أنه إنسان جاهل من قال علمت فقط جهل من قال علمت فقط جهل وطلب العلم يجب أن يستمر نرجع نحكي مرة تاني نقعد اللي بدي أحكي عشان ما ينشفش القلم بس ما في حدا بيعرف كل شيء وما في شيء الثبات لله الثابت الوحيد هو الله هلأ الدائرة اللي إحنا رسمناها فيه شغلات حنعيش ونموت وإحنا مش متعلمينها لأنه ما بيقدر إنسان يحتوي وهي من عظمة الخالق ودلالة على ضعفنا لا يمكن أنك أنت تعرف كل شيء لا يمكن أن تكون خبير في كل شيء لذلك ترى الناس دعباني وغلباني في حياتها لأنه ما بده يتعلم بيجي بيقول لك يعني أنت شو بدك تعلمني على أساس أنه خلص جاب الديب من ديله هو عارف كل شيء وبالتالي شو بدي يتعلم التوقف عن التعلم هو محدودية في الإدراك وإذا كان الإدراك محدودا فالحياة ستواجهك بمصائب وصعوبات ستجد أنه من المستحيل حلها لأنه منطقة إدراكك في الدائرة الكبيرة صغيرة كثير وبالتالي إذا أنت موجود في الدائرة الصغيرة كيف بدك تحل مشكلة؟ أنت من وجهة نظرك ملهاش حل لأنه هذا ما تعرفه وهذا اللي الأديان ريحتنا فيه بس ما ريحتنا راحة سلبية ويسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي جاء ما يسمى بالإيمان والإيمان دائما يكون بالغيبيات لا أستطيع أن أقول أنا أؤمن بالقلم أنا أؤمن أن هذا قلم القلم أمامي أنا ما بقدر أقول أنا أؤمن أن هذا قلم لا أنا أعرف أن هذا قلم أنا أرى القلم لكن الإيمان دائما يكون بشيء غيبي فجاء الإيمان لتفسير أشياء تحدث في الحياة لا نستطيع بإدراكنا أن نعرف حقيقتها فجاء هنا التوكل على الله لكن لكن شرط التوكل على الله بالأخذ بالأسباب بمعنى أنك لازم تبحث هل الله يمكن أن يرى ويلمس تقدر تلمس لا لا نستطيع ولن يحدث ولن يحدث لأن حتى سيدنا موسى لما طلب قال له انظر إلى الجبل الجبل نفسه خر فبالتالي لن تستطيع لن تراني ولكن ولكن ليش طلب مننا البحث لأن الدائرة كبيرة وكل ما زاد علمك في هذه الدائرة ووسعته شوي راح تلاقي حقائق ودلائل على وجود الخالق وبالتالي تستمر الحياة هذه الدائرة للأسف الشديد تحملونا معلش بدنا نتفلسف شوي بس نحن شوي ناقصنا نتعلم كيف نتفلسف بس نتفلسف بالطريقة الصح هذه الدائرة للأسف تم اختزالها لأنه هذا جزء من النظرية الاستهلاكية عليك أن تكون مستهلكا فبالتالي أنت لا ترى ولا تعرف إلا ما يراد لك أن تعرفه من خلال الميديا والسوشيال ميديا والناس اللي طالع يمين ويسار لذلك ترى الناس اليوم تعرض حقائق مطلقة بجيبوا يقول لك كل التراث هذا تعبان أنا اللي جعب لك أنا اللي رح أفهمك الحقيقة المطلقة ومن هنا طلعت عننا شغلات كثير اللي بتنتهي بالإيه بالإيه الديمقراطية والرأسمالية والعلمانية وقيس عليها وانبنت عليها أيدولوجيات عشان يجي يقول لك أنا شايف الدائرة هاي كلياتها أنا رح أعطيك طريقة تجمعها كلياتها بحيث هذا يكون كل العلم اللي أنت ممكن تأخذه ها هي الطريقة المثلعة وهذا الكلام هو تحديد لما لا يمكن تحديده لأنه العلم سيتغير والدنيا تتغير وكل شيء يتغير فاليوم الشيء اللي أنت قبل عشرين تلاتين سنة لو أنا حكيت لا ستي الله يرحمها ولا جدي قلت له تعرف نحن في يوم الأيام حنستطيع أن نمسك قطعة حديد ونحكي مع أخوك في أمريكا ونقول له شايف حالك ويسمعنا ونسمعه كان جدي وستي دعوا عليه وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك تضحك علينا هذا واقع أيامها لأنه مضبوط وقتها كان الموضوع صعب جدا على العقل أنه يتخيله لكنه حدث وستحدث أشياء أخرى سؤال هذا من كل هالموضوع أنت وين من هالدائرة الكبيرة أنت وين هل أنت قاعد تتألم في دائرتك الصغيرة ولا عندك رغبة أنك تتعلم وعندك شعور أنه لأ أنا ممكن أخذ أكثر وأكثر وأكثر طب ليش أخذ أكثر وأكثر ماذا بالآخر رح أموت هاي هو حدا ما أخذ معاي شي يا دكتور وماذا ستقول لله إحنا حكينا لو افترضنا أنه النظرية الدينية صحيحة وافترضنا أنه الأديان حقيقة وأنه في إله وأنه في نار وفي جنة وأنك ستحاسب لنفترض أنها ستحاسب ماذا ستقول لله طب لنفترض أنه النظرية الغير دينية صحيحة وأنه نحن بالآخر نختفي وأنه يعني مش خسران إشي هاي كتعلمت لكن إذا طلعت عند ربنا وسألك ليش ضيعت حياتك والأمان اللي عطيتك إياها ماذا فعلت بنعمة العقل أنا عطيتك عقل يا سيدي الفاضل ماذا ستقول لله لما تشوف أنه في بشر الآن زيك زيهم زيك زيهم عام بيخترع وبيعمل أدوية وبيعمل سيارات وبيعمل طيارات وبيعمل شغلات لراحة الناس وبيعمل شو بدك تقول لها الناس اليوم التلج نزل نزلت الجرافات وصارت تشيل فيها التلج هل نحن اخترعنا جرافة هل انت اخترعت جرافة الفكرة انه الجرافة بتشيل وإلا الطرق بتصير مسكرة لفترات طويلة وبالتالي الناس ممكن تموت جوع سنسأل ومش مطلوب منك تخترع مش مطلوب مني اخترع اي شيء المطلوب مني اخذ بالاسباب وحاول اتعلم كلمة السر المرونة يكون عندك مرونة تعرف انك جاهل وستعيش جاهل وستموت جاهل لكن في فرق بين اللي بموت جاهل وهو معتقد انه عالم في فرق بين اللي بموت جاهل وهو يحاول ان يطلب العلم فاللي بحاول يطلب العلم يؤجر على طلب للعلم ثم يؤجر اذا وصل لعلم يؤكد على ان الكون مدبر وخالق فبدل من ضيع وقتنا كيف نتعامل مع الزوج النرجسي هاي طريقة تفكيرنا وفي دكاترا بترد على المواضيع طب قبل ما نتعامل مع الزوج كيف اتعامل مع حالي كيف افهم نفسي كيف افهم شخصية زوج كيف افهم طريقة التفكير نطلع لفوق شوي نرتقي بلاش الترقيع الجاكيت المزع بنروح بنحط له رجعة مش حلو الترقيع منظره بشع مش كويس مش حلو خليني احل المشاكل من جذورها كيف اتعامل مع المراهق يا السلام وقبل ما يراهق لما كان بيبي ليش ما سألت كيف اتعامل مع الجنين ما هو الجنين كمال له تعامل ومع الرضيع ومع اللي عمره سنة عشان لما نوصل للمراهق يكون الموضوع سهل وبسيط كيف نتعامل ست سنين لا عشرة لا مراهق لا عمره 36 سنة دكتور كيف نتعامل مع ابني اللي عمره 36 سنة يعني والله it's too late صح it's too late كتير تأخرنا فالقضية بس انا حبيت بس اشارك انه اين انت من الدائرة هذا اذا افترضنا انها دائرة لانه العلم واسع ومرة تاني بنحكي وفوق كل ذي علم علم وما اتينا من العلم الا قليلا ماذا اتيت انت من هذا العلم ايش اللي دورت عليه من هالعلم ولا انت بتعرف كل شي اذا بتعرف كل شي وعم تعاني معناها انت ما بتعرف ولا ايش وتأكد تماما ان كل مشكلة الها حل كل مشكلة الها حل ما عدا الموت الموت مانوش حل اما فاق الاشياء كل المشاكل الها حل لكن قد يكون الحل مش في دائرة علمك لذلك عندما سئل الامام مالك مئة سؤال ولا يفتا ومالك في المدينة جاوب على ثلاثة اسئلة طب 97 سؤال قال لا اعلم لا اعلم وقال من قال لا اعلم فقد افتا لانه مش في دائرة العلم انتبعته هو علمه وما اتينا من العلم الا خلينا مش انا انا اعرف كل شي وانا انا افهم كل شي وانا ايش نسمع هذا وانا ايش نطور وانا سكر سكر وحطونا على الغزالة ريئة الغزالة ريئة خليها ريئة خليها ريئة للصبح وخلي بعد ما نسمع الاغني وننبسط نرجع مرتان الى النكد لم نخلق ولم تخلق حضرتك لتتألم خلقت لتتعلم خلقت لتتأقلم وما خلقت الجنة والانسة الا ليعبدون والعبادة طلب العلم عبادة العبادة ليست في شكلياتها انه بيصلي بيصو وهي ضرورية تقول لي مش ضروري لانه انا اليوم مشكلتي مع الناس الالتزام تيجي بتعطي للناس الشغلة طبما انت لازم تلتزم بس برأي اللي ملتزم بالصلاة مسيحي ولا مسلم اللي ملتزم بالصلاة بلتزم بباقي الشغلات نحن ليش عنا انا بدي احكى عن الاسلام لان انا مسلم واخواننا المسيحية اكيد عندهم ما يماثل لكن انا اليوم كمسلم يا اخي طب ما هو ربنا شو بيدو صلاتي كل يوم اقعد خمس سائق كل يوم خمس صلوات يعني ليش وانحنا منعملها كأنه منصلي ضربنا يعني منصلي بمعنى انه بدنا نسقط الفرض اوه ما صليش العشاء اوه ما صليش الظهر اوه منجمع اقصر بس يا اخوي استنى شوي الصلاة لمصلحتك مش لأحد تاني صدقني لمصلحتك التزام التزام تتعود انك انت تلتزم وهذا التزام يومي وفي عنا التزام اسبوعي لانه الاعمال ترفع الى الله كل يوم اثنين وخميس فيا سلام لو صمت اثنين وخميس وعنا التزام شهري تلات ايام البيض تلاتة في نص الشهر وعنا التزام سنوي رمضان وعنا التزام مدى الحياة الحج لمن استطاع اليه سبيل التزام بالتزام بالتزام كل هذا لانه اللي خالق عنده الكتالوج وعارف انه الانسان اذا اراد ان يعيش سعيد فحياته عليه ان يتعلم الالتزام اوعى تفكر انه انت بدك تحفيز شيلوا هالفكرة من راسكم اوعى تفكر انه عشان تنجح في حياتك لازم حد الحفزك شيل هالفكرة من راسك we don't need motivation we need discipline الامم تبنى بالنظام والانضباط روحوا اسألوا اليابانيين اخر همهم الموتيفيشن دولة بتنضرب بقمبلة نووية بترجع بتوقف زي المصطرة روحوا شوفوا المانيا اللي انضربت وما ضل بلد اللي احتلتها لكن رجعت وقفت على حيلها بالانضباط انا عاشرة الالمان لا تستطيع ان تحفز شخص الماني ما بهمه تحفيزك بهموش الكلام الحلو بيعرف انه لازم يصحى ويشتغل الانضباط يلا يا ماما نروح المدرسة نروح نشوف ليش المدرسة ما بتحبها نوديك على المدرسة اللي بتحبها يا الأستاذ ما بيحبك بكرة منطلعهم نحكي مع الأستاذ نعرف ليش الأستاذ ما بيحبك علموا ولادكم انه بدي يعمل أشياء بيحبهاش بس بدي ينضبط وانا في 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 كورس القواعد ان شاء الله اللي رح ينطلق ان شاء الله التسجيل ضيله ثلاثة ايام اتكلم في باب شابتر كامل ربوا أولادكم مش لا تربوا أولادكم على أن يحبوكم مش موضوع مش موضوع لكن ربي على الاحترام والانضباط الانضباط نحن نلاقصنا انضباط أنا كل كتاب بدي أمسكه مش عارف شكله دم ودقيل الكتاب ما إلي علاقة دم ودقيل وشكيل أنا بقرأ الكتاب وبنضبط بقصب حالي مرات ما بيكونش على بالي إني أقرأ بس بعصر على حالي لمونة وبمسك عشان لا أترك العادة لما بطلع على منادي بلعب رياضة أو بمارس رياضة يوميا بمارس رياضة حتى لو كنت مش طايق ليش لأنه إذا كسرت الانضباط مشكلة أنا بركب خيل أحكي لكم معلومة على الخيل واللي بركبوا خيل أكيد بعرفوها الخيل لما يقفز الحواجز قفز الحواجز لنفترض الخيل ما رضيش يقفز جمد الخيل الفارس حتى لو خسر المسابقة لازم يظل ورا الخيل إنه يقفز عشان ما يتعلمش على الجموح فبيضلوا يعيد خلص هو يخسر وطلع من المسابقة بس بيضلوا يعيد عشان الخيل ما يتعلمش على الجموح الإرادة عبارة عن خيل بدك تعمل انضباط لهذا الخيل بدك تلجمه تكون أنت المسيطر على إرادتك مش كل شوي يحفزني لازم أنا لما بحضر فيديو للدكتور بنبسط بس بعدين ما يعني بحس ما فيش حافز جوزي ما بحفزنيش أبوي ما بحفزني مش عارف مين بحفزنيش يجي يخوي الله يجعل الله يجعل ما حدا حفزك وروح حفز حالك ما حد حينفعك ما حد حينفعك ما حد حينفعك اللي بحفزك واللي ما بحفزك الاتنين مش نافعينك ما حدش حيبكي لما بتبكي لدموع حتنزل من عينك مش من عيونهم ولما تنبسط إن شاء الله وتنجح انت اللي حتعيش النجاح علموا ولادكم الانضباط علموهم الانضباط بلاش التحفيز وهذا اللي بيخلي الانضباط بيخليك انت الدائرة هاي اللي حكينا عنها تطلع انت من الجزء الصغير بالانضباط تبلش تتعلم انضبط في طلب العلم انضبط في مشاهدة المحاضرات انضبط في القراءة مش أجي أدور على الحل السحري مشكلة طويلة عريضة مكتوبة بقعد بقرب مشكلة ببعود لرسالة المشكلة حوالي 87 سطر دكتور أعطينا نصيحة أعطيني نصيحة دكتور إيش أعطيك نصيحة انضباط يا جماعة هذا بدي قراءة مين أهم من حياتك مين أهم من عمرك مين أهم من أولادك مين أهم من عيلتك نصيحة آه دكتور بدي أسجل في الدورة بس مش عارف إذا توقيتها بمشي مع توقيتي والله أنا آسف أعطيني جدول توقيتك وإحنا إن شاء الله منمر عليك في الخمس دقائق اللي إنت فاضي فيها عشان نعطيك شوية علم يعني يعني بلكي إن شاء الله يعني شو هالمنطق ها إيش هالمنطق ها مش منطق مش منطق المنطق بيحكي إنه لا تدور على التحفيز تدور على الانضباط لم تؤتى من العلم إلا القليل إذا كنت هم بتعاني وبتتألم في حياتك فعرف إنه فيه علم أنت ما بتعرفه فيه شيء ما عم تعرفه وقد يكون اللي ما عم تعرفه هو حلاوة اللجوء إلى الله فيه أزمات صعبة مرات فيه فيه ظلم فيه ظلم بس فيه حلاوة باللجوء إلى الله اللجوء الصح اللجوء المية بالمية لجوء الشخص اللي بيقول أنت المدبر يا رب ويا رب لا تقولوا يا رب عندي هم كبير يقولوا يا هم ربي كبير بس معرفت الله علم معرفت الله علم مش دروشة معرفت الله مش انكسار ودروشة معرفت الله علم كل علم طيب حبينا بس هيك نشارككم هالكلمتين الحلوين إن شاء الله يا رب إذا أصبنا يعني فهو من الله ومن دعوة الوالدين وإذا أخطأنا فهو من الشيطان ومن نفسي لكن في النهاية نحن ما فرضنا آراء هي عبارة عن وجهة نظر حاولناك تفكر وتتدبر وتعرف سنبقى جهلاء وسنبقى في حاجة لأن نتعلم تعلموا بالعلم تستطيع أن تتجاوز الكثير من الصعوبات بالعلم ستعرف أن الخالق أن هناك مدبر ربنا يقول في القرآن الكريم إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء كل منها العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته